بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة سوف نتحدث عن خرائط الأحمل الأيونيا والشدود المغناطيسي للأرض حيث أنه في خارطة اليوم 19 عشران نلاحظ سوادا يعمل الخارطة ككل تقريبا وهذا هو شدود كهرومغناطيسي وتحميل أيونج يعتبروا جد قوية حيث أن اللون الأبيض والأسود يعتبران قوية وفي يومي العشرين أكتوبر نلاحظ كذلك أن تحت خط الاستواء للأسفل فإنه أبيض اللون وكذلك في يومي 21 عشران 2021 فإن خط الاستواء إلى وما تحت باللون الأبيض والأسود وهذا يعتبر شحن أيوني جد قوي وفي فيديو سابق كنا تحدثنا عن مؤشر رانين الأرض أو رانين شومان الذي هو باختصار رسم لتدفق الكهرومغناطيسية بين طبقة الأيونوسفير وصطح الأرض والآن نتحدث عن خرائط لتوزيع هذا الشحن الكهربائي أو الكهرومغناطيسي عبر طبقة الأيونوسفير فطبقة الأيونوسفير طبقة متأينة يجري شحنها من أشعة الشمس أو الأشعة الفضائية كأشعة إكس أو غاما أو يوفي الأشعة الفوق البنفسجية والأشعة الكونية الأخرى ويتم التعبير عن فرق وتوزيع الشحونات في هذه الطبقة باستخدام الألوان وهي مرجعية للتدرج توجد في مؤشر أسفل الخريطة في الصورة رغم عدم وضوحها في الخريطة في الصورة رسم لخريطة العالم كما قلنا يقابلها لون بشحن يعبر عن قيمة الشحن في المنطقة ودلالات الألوان هي أن الأبيض والأسود يعتبرني شحن متطرف جدا الأحمر والأزرق شحن عالي أم الأصفر شحن متوسط والأخضر هي الحالة الطبيعية للخريطة كل خريطة شحن حديثة لا تلغي تأثير الشحن السابق بل هو متراكم بل هي تأثيرات متراكمة ويتم التفريغ الشحن الأيوني خلال أسبوع تقريبا من تاريخه والتفريغ الأيوني يتم على هيئة تطرف مناخي زلازل في مناطق الشحن المتطرف والعالي وزيزة في نشط البراكين والصهارة وكما قلت سابقا فخرائط توزيع الشحن الأيوني مرتبطة بمؤشر رانين شوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا